ما أخرى في فلسطين إنهم القابضون على الجمر الأصوات تختلط الأصوات تمشي وجي ولكن لا صوت يعلو على صوت الانتفاضة لا صوت يعلو على صوت المقاومة مقاومة الاحتلال وما أدراك لا صوت يعلو فوق صوت الحق صوت التحرير وتحرير الأوطان للفلسطينيين فيه بيع وصوت دحر الاحتلال لشعب فلسطين لهم فيه أكثر من بيع إنهم يمنعون انتفاضة ثالثة لكنهم لن يقدروا مهما تحالفوا وتحالفوا مع الأمريكان ومع الإمبرياليين ومع المستعمرين الآخرين لن يقدروا قوات الاحتلال الصهيوني تصول وتجول اليوم بآلة عسكرية حربية ممنوعة دوليا تقتل وتقتل ولا شيء غير القتل في جينين تخيفهم الانتفاضة انتفاضة شباب أغلبه لم يكن موجودا عشرين سنال تالي تتذكروا عندما كانوا في جينين في وضعية المقاومة المقاومة الباسلة في ألفين واثنين تتذكروا هيك الملحمة اليوم شباب يعيد الملحمة من جديد بوسائل جديدة هم في القدس يقاومون هم في القدس يقاومون تهويد القدس ولكنهم أيضا هم المرابطون أهل الرباط إنهم مرابطون تذكروا ملحمة القدس كل عام وكل رمضان إنهم يقتلون هكذا هي صورة الجريمة الاستعمارية دائما يفقدون الصواب عندما يشاهدون الطفلة وبيده حجرة ليتصدى لقوات الاحتلال قوات الاحتلال التي لا تذعن إلى شرعية ولا إلى قوانين ولا إلى اتفاقيات دولية هذه هي الصهيونية صمتا إنهم يقتلون يقتلون في المسجد الأقصى ويقتلون في شوارع المخيمات وفوق أسطح المنازل المتواضعة لأهل فلسطين صمتا إنهم يقتلون الطفل قبل الشيخ حتى يغتالوا المستقبل ولكن هيهات صمتا إنهم يقتلون البسمة على شفتي رضيع صمتا إنهم يقتلون المرأة أم الستة أطفال ويردونها شهيدة صمتا إنهم يقتلون ويصفق لهم الإمبرياليون صمتا إنهم يقتلون على الهوية في فلسطين لكنهم ما وطئت أقدامهم فلسطين وما هنت بها هم لا يتعذون هم لا يستوعبون أنهم في فلسطين يرد الفلسطينيون كل يوم على هذا القتل وفي كل لحظة أن صمتا إنهم يقاومون يقاومون الجبابر الغاصبون صمتا إنهم يقاومون أشرس استعمار والمحتلون هم المجرمون صمتا إنهم يقاومون ظلم ذوي القربة وكل من بالليل والنهار ضد فلسطين يتخابرون صمتا إنهم يقاومون القياصر والخونة لصوت الزيتون إنهم يصمتون صمتا إنهم يقاومون ويقاومون ووسائل المقاومة في كل يوم يستنبتون صمتا إنهم يقاومون وواقفون على قدم إنسان واحد وفلسطيني واحد اشتركوا في القناة